ما شاء الله انت اللي جابك هنا ايه كنت مفكر اني ما هطلعش من السجن اللي رميتيني فيه تمجي هلطان وانت خلاص رميت روحك في حضن الشيطان ايه الكلام اللي انت بتقول ايه ده نادية طمنت لها وزعيب لها روحك معلش انتصلك معذور ما تعرفش ما عرفش ايه ريم هي اللي جاتها لتابوك هي دي الحجيجة مش معنى نادية ان فيه مشكلة بينك وبين ريم تقومي تيجي لحد هنا وتقولي كلمتين ما لهمش لازمة زي دول ومش لوحدة ازنتوا ليه مروان كان معها حسن لا حسن ولا مروان ليهم يد في جتل مهدي ام المين انا اللي كنت معاه انا وريم جتلنا بوك ماشي ماشي اوه تمام كده ايه ده لا انا زعلان منك جدا انا زعلان منك جدا بيحصل حوادث كتير قوي احسن يريد تبقي بتبقي اللغينة بالعذب بتاع بدري امتى وفين عشان برضو انا لازم اقوم بالواجب موسيقى بتلوموني ليه طه لو شفتوا معيني حلوين جدي هتقولوا انشغالي ويصه دليالي مش كتير علي ليه بتلوموني ليه يا قسير الحبايب يا قلبي يا دايب يا قسير الحب لو قلتلك ان انا مستغربة هتتدايق؟ ابدا والله هارف يا زينب انا كنت بقى فكر في حاجة عاجلة جدا ومجنونة في نفس الوقت ايه التناقض ده بقى؟ تخيلت ان الزمن رجح بيا وافتكرت اول مكالمة تليفون بيني وبينك فاكرها يا زينب ايه يا مروان طبعا فاكرها يا بوي هارف المكالمة داي جلبت حياتي وغيرت فيها حاجات كتيرة جوي معقولة للسفير الجالة زيك كده؟ يعني ايه مش فاهم؟ يعني مشاعرهم مش في ايديهم؟ عرف يا زينب انا مشاعري طول عمري في يدي وجافل عليها لكن اول ما شفتك مشاعري كلها بيجيت في يدك طب انت عاوز الحق؟ اكيد طبعا انا جيت هنا وانا خايفة كنت حاسة ان الخوفتة مش هيروح ولا ححس بالامان وانا لوحدي فاكر يا مروان لما قلتلك ما تسيبنيش لوحدي انا كنت بقولها لابن عمي وما فكرتش لحظة وانا بقولها انا كنت صادقة فيها كنت عارفة متأكدا ان انت مش هتسبني هتوقف الظهري مش عشان ام ابنك امال عشان ايه يا زينب؟ عشان كلمة واحدة بس لو انت فهمتها وحسيت بما عليها هتعرف انا ليه كنت ببعد وما كنتش عاوز اقرب الا لما تاخد قرارك كلمة ايه؟ انا انا بحبك يا مروان يا ابو زينب بس يا مروان بس اتاني يا زينب اتاني لسه فيك كلام كتير بيننا نادية مروان 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 يا مسبتي بدري ملك يا بدري فيك ايه؟ ايه اللي جارة ده؟ قلش جارة عصامك لو عايزيني موتوني يا لهوي بس انا هربت منهم طب انا هكلم دكتور هكلم دكتور حال لا 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 دكتور لا ما ينفع ما تخافش انا عرف دكتور كويس ومش هيتكلم في اي حاجة خايف علي يا نحيمة يوه ده وقته ده هكلم دكتور الاول مش هسينك عصامك استنين انا حاجة معاك عن اذنك مش هينفع يا جبري ليه؟ انا كمان عايز اشوف زينب يا حبيبتي الحكاية مش حكاية زينب حكاية نادية اوه لا خلاص انا اعتبرتها ماتت من زمان انتي هو انتي بتعرف تنسي اوليها؟ انتي ما تنسيش ابدا خبريها كريمة مش اتفقنا خلاص يا ستي اتفقنا بس سيبيني امشي المرة دي لا حدش ماشي كلامه عليها واصل يا رب عدمك ما بمشي كلامي عليك بس يعني انا بأصر الشر انتي ما بتققش نادية ونادية ما بتققش وما تنسيش يا جبريا انتي درتها وبعدين يا حبيبتي مش احنا اتفعنا نهدي الامور عشان الدنيا دي مش حلوة زيك كده يا حلوة لا انتي ما عايزاش تاخديني معك عشان خايفة على نادية وانا كمان ما صدكش اي حاجة هتقوليها الا لما شوفك بعاني هتقولي ايها وحتعملي ايها هريحك يا ستي اي حاجة هتحصل هحكهالك بالتفصيل الممالس يبينها مش بقى يا جبريا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة